اهلا وسهلا بكل متابعة جوابة الوافد ومعاكم باسل الحلواني من الوافد اوتو النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم قطاع كبير جدا وشجاح كبير جدا من المشاهدين وهو موضوع الاوفر برايس تعالوا الأول نعرف مع بعض يعني ايه اوفر برايس هذا الاوفر برايس حضرتك او حضرتك لما تروح تشتري عربية من وكيل اي علامة تجارية في مصر هذا الوكيل يقول لي حضرتك او حضرتك بيقول ان العربية دي نقصة عندي شوية فحضرتك تنتظر معي في قائمة انتظار من شهرين لثلاث شهور او اربع شهور فحضرتك طبعا مش هستنى للفترة ديت فتضطر ترجع لأحد تجار السيارات برا اللي عنده العربية متوفرة طبعا في فرق بين التاجر والوكيل الوكيل الوكيل هو اللي يستورد العربية اللي ينزل العربية لمصر اما التاجر هو هو اللي يسترب العربية ويبيحها للعميل او المستهلك النهائي فبعض التجار بيكون لديهم العربية متوفرة لكنها ليست موجودة عند الوكيل فالتاجر يقول لي حضرتك او حضرتك لو عايز العربية تستلمها فورا مني انا ما عندي ادنى مشكلة فقط حضرتك تضطر لتفعلي زيادة سعرية عشر دلاف او عشرين الف او خمس شب الف زيادة السعرية دي هو ده الوفر برايس اللي نتكلم عليه يبقى الوفر برايس هي زيادة سعرية الوكيل التاجر بيفرضها على بعض البودلات اللي موجودة في السوق بشكل كبير السبب الزاهرة او انتشارة كبير للظاهرة الجنونية التي حصلت في السوق السعرات ذلك خلال فترة حالية نليس ان هناك نرى الشباب ت800 جداً في العديد من الطرازات وبالعاكس ان طرازات تماما solution اختفت من السوق تماما لدينا عربية عربية او بدaziهم خضر فيوصى الوفر برايس موصل عليها خمسين الف جنيه 40 الف جنيه اسكودا كوديا من 350 إلى 30 الف جنيه اسكودا كوديا من 45م الثلاث جنيه اسكودا كاميك من 20 الى 30 الف جنيه قبل أسترا وصل حوالي ٢٠٠٠ جنيه العربية اختفت من السوق وليس موجودة في السوق وعليه أفر بعض الناس المتوفرة عن هذا عندنا الفئة تيمو تتبع بزيادة سعرية بـ ٢٠٠٠ جنيه سيزوكي فيتار ١٥٠٠ جنيه هونداي أكسنت الاربي مختفى من السوق تماما ١٨٠٠ جنيه الفئة الثالثة من رينو كاتجر تتبع بزيادة سعرية حوالي ٥٠٠٠ جنيه العربية هونداي لنترا سيئن سيبن جديدة تشهد ٢٠٠٠ لـ ٥٠٠٠ لفئات الأولى للثالثة ومن فئات الرابعة للخمسة تتبع بالسعر الرسمية تقريبا بدون ٢٠٠٠ الشيري أريزو ٥ مجمع محليا عليها زيادة سعرية ٢٠٠٠٠ جنيه مجز ١٠٠٠ جنيه مجز ١٠٠٠ جنيه مجز ١٠٠٠٠ جنيه مجز ١٠٠٠٠ جنيه هناك عربية تختافت وليس موجودة في السوق مثل ١٠٠٠ جنيه ١٠٠٠ جنيه سبب الارتفاع الجنوني أو زيادات السعرية ودير مبررة الحقيقة الوكيل يبيع العربية عنده بالسعر الرسمي لكن التاجر يبيعها بالسعر لأنها ليس موجودة في السوق الوكيل يلقي باللوم على التاجر أن يتسبب بهذا والتاجر يلقي المسؤولية على الوكيل يقول لك أن تجلبها نقص فهذا الذي يجعل العربية تتسحب من السوق وبالتالي عليها هو أفور برئيس وهذا يلقى بالمسؤولية على ذلك مثل كورة النار بالضبط وهذا يحدف على ذلك وهذا يحدف على ذلك وعندنا أجهزة رقوبية على أعلى مستوى مثل جهاز حماية المستارك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتجارية الجهازين بصراحة يأدوا دور كبير جدا 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 في إحكام الرقاب على السوق لكن الظاهرة للأسف ليس شيء مادي ليس شيء ممسوك ليس شيء ملموس الناس تحاول وتكسف البحث لكي يثبطوا سوق السيارات في مصر لكن للأسف الظاهرة يتم لها سلوب يعني كذا السلوب للتحايف عليها وكما للأسف أن هذه الظاهرة يتم هذا الأفور برايس ناس كثيرا جدا لم يتثبت هذا الأفور برايس في فواتير بالبيع مثلا إذا كانت عربية 200 ألف فاطورة يتطلع لك 200 ألف جنبس 10 ألف من الأفور برايس يتطلع لك لا يوجد في فاتورة وبالتالي يضيع حقك وهي حق الدولة أيضا في الضريبة المفروض يتم دفعها العربية وكما قلت نحن الأجهزة الكبيرة مستة لكن للأسف الظاهرة صعب حصرها وصعب الوصول لها لأنها سليب كثيرا للتحايم لكن كلنا السوق إن شاء الله أن تشهد ضبط كبير جدا لسوق السيارات في مصر كما قلنا سريعا هذه الظاهرة سببها نقص المعروض نقص المعروض في سوق السيارات العربيات ليس كافية في سوق السيارات بالشكل الكبير وهذه النتيجة لعدة أسباب ارتفاع مصاريف الشحن الذي حصل خلال الفترة التي فاتت ارتفاع جمالي طبعا حصل في مصاريف الشحن أيضا لدينا جائحة كورونا ليس في مصر فقط في جميع العالم التي تجعل بعض المصانع علاقة العمل فيها وقللت تحجم الإنتاج أيضا لدينا الظاهرة الأصعب والأخطر التي سنتحدث عنها في الحلقةstrife ذاهرت نقص الرقائق الإلكتروني ماهو يريد تفصيل وهو نقص الرقائق الإلكترونية التي ترى الأصول في صناعة السيارات وحاليا تجهد نقص كبير جدا المصانع السيارات من البحث تبحث عن الرقائق الإلكتروني لديه مصانعا وفي مصانع أفضل وابها تماما في الفترة الرقائق الإلكترونية التي سنتحدث عنها في الحلقة شيئية من الوافット dür gens لكن سن nieuwe أوفير برايس ولن تشريع أخيرا الاستمرار في موضوع الأوفر برايس حضرتك او حضرتك عندما تذهب لتاجر تشتري عربية ويقول لك تاجر لازم تشتري العربية بالأوفر برايس حولك ماتشتري قولاً واحداً ماتشتريش ماتساعدتش حد ان هوا يعمل غلط ماشى عشان حضرتك مضطر لا تشتري العربية او مستاجد على شرية العربية فتلاقي حد يبتزك حد يدفعك فيه زيادة لو كل الناس امتنعت عن موضوع دفع الأوفر برايس تصدقوني السوق هيتضبط التاجر حتى العربية والناصر هيتطلحها هيتطلحها ندرق أوفر برايس حتى العربية مش موجودة في السوق خالص وشحها ومفيش منها كامة عربية في السوق هيتطلق من درق أوفر برايس لو الناس انتنعت وكل الناس خدت موقف واحد انها متدفعش أوفر برايس وان شاء الله نشوفكم على خير الحلقة الجاية ورب اكون ضيف دايما خفيف عليكم واسلام عليكم